السلام عليكم ورحمة الله اليوم لدينا الفيديو الثالث ضمن موضوع موضوع Fourier Series نأخذ هذا المثال اليوم لدينا فكرة ماراتون أن الإشارة بها ميل على عكس المثال الأول كانت الإشارة عبارة عن خط عدل أو خط مستقيم معطيني هذا السؤال معادلة الإشارة هي عبارة عن T يعني إشارة بميل ثابت للفترة من سالب باي إلى باي فهو ممكن أنه يكتفي قصاً بيعطاني هاي بيبدون أن يعطيني الرسم هاي جداً المعلومات كافية أنه أقدر أحل السؤال كفوريال سيريس وأجد الانوت والان والبن أو ممكن يضيف هذه المعلومة والرسم تمام تمام زي أول ما أجعل نزل أبدي حساب الانوت أقل 1 على T تكامل F T أرجع أتذكر أنه بالانوت أحتاج حساب بشي اسمه T ولحساب الان وبن أحتاج شي اسمه W الت هي الفترة التي تعد بها الموجة نفسها ألاحظ أنه إذا معطيك المعادلة بشكل مباشر ما تحتاج الدخ أصلاً هو أعقلك الفترة من باي إلى سالب باي فرش تكتب باي ناقص ناقص باي باي ناقص ناقص موجب يعني أحتاج باي زائد باي وتساوي باي زائد باي اثنين باي هي التي مع التي تمام تمام زين الأميقا قفحت المحسابة الأميقا هي عبارة عن تو باي F طيب العبارة عن واحد على تي تو باي فيه عندما نزل حرف F ننزل واحد على تي واحد على التي أشقد تو باي تو باي تختصر مع تو باي يبقى عندك رقم واحد إذا قيمة التي تو باي وقيمة الأميقا تساوي لواحد أجل نزل هذه المعلمات هنا واحد على مكان حرف تي ننزل تو باي تكامل الإشارة عبارة عن كم حد لا تقل أنها عبارة عن من سالب باي إلى باي هي عبارة عن تي ومان الصفور إلى باي هي عبارة عن تي ما ليان كما اقول اصلا من السالب يعني لو مثلا عن الحاء 좋تا ربما تخيل ميل بتطريب نفس المعادلة نفس المعادلة فاخذ قول. من سالب باي الى باي معادلة الميل هي فقط تي هي نفسه. زين. تكامل التي اشنو? تي تربيع على اثنين. عندك واحدة على اثنين باي هاي بالخارج. كاملنا التي تي تربيع على اثنين. هاسا جاهز ان نعوض حذر التكامل. مرة باي مرة. سالب باي اخذ قلم جاف. وهذا اقول هذي بيا تي لا. اذا اطلع بها. في اثنين سعبته ايضا. اثنيني بالمقام. سعبته ايضا اثنين بالمقام. in온 m2ohp1 momently worshipped pi. نحن اعوض باي تربيع ناقص الحذر لادنى و انما اعوض صالب باي تربيع. تنزل باي تربيع ناقص صالب باي تربيع باي تربيع. كلها في 1 على 2 في 2 device. تربيع ناقص باي تربيع. صفر. صفر في أي قيمة صفر. فهنا خدعناكم أصلاً ترجع للدائرة مالتك. أو عفواً لشكل الموجهة. ستلاحظ بأنه جزء موجهة يقابل عن نفس شكل الإشارة لكن بالسالب. هذه إيفن لأود. هذه أود. ما تفقين أنه إذا كانت الإشارة أود فمن الذي يصفر عندي. الأي نوت تطلع صفر. الأي نوت تطلع صفر. كذلك المفروض الأي إن تطلع صفر. فقط البي أن يطلع لها قيمة. لكن نحن في امتحان فاينل وانتفد مرة ما تأكدت من الإشارة. تمام ممكن أنه تجي تتأكد بشكل بسيط. ماذا ما راح تصفر فما حد تطلع عندك معادرات وتدوخ. من الصفر التبسيط هذا طبعاً يطلع سطرين. لكن نحن لنوضح أن نطوره بقدر الإمكان. الآن إذا جيد تشيكت الأي إن أيضاً المفروض تطلع عندي صفر. أرش من معادلة الأي إن. أي إن تساوي لي 2 على تي. عفك من المعادلات المستخدمة بالمحاضرة. قلنا ما عندي غير هذه المعادلات. أي نوت. أي إن وبي إن. تستخدم إذا كانت الإشارة إيفن أوود. أرش ما كانت الإشارة تنزله ذلك. 2 على تي تكامل الإشارة بكوسين أميقا تي. تكامل الإشارة سالب باي إلى باي الجزء واحد فقط هو تي في كوسين أميقا تي. يعني بما هون يحصل عندك. هذه التي ما تقدر تسحب بغا لأن أنت تكامل بالنسبة التي. مثلاً كنا نسحب إثنين. الاثنين ما تحوي تي فأقدر أسحب. هذا الجزء بينه حرف تي. وهذا الجزء بينه حرف تي. فكلهما ما تقدر تحب خارج التكامل. ولا تقدر تعمل عمية جزء التكامل. لو عندك تكامل أي زائد بي. كان وزعت التكامل تكامل أي واحد وتكامل بي واحد. لكن تكامل أي في بي. لازم استعمل. تستخدم إنتيجريشن باي بارت. اللي هي طريقة اليو دي في. بما أنه الأي إن أصلاً راح يصفر. فحرامات أنه نتعلم اليو دي في على قيمة هذا الصفر بالنهاية. نشرحها على قيمة البي إن. هذا الأي إن ليش صفرت لأنه الإشارة أوت. تمام. ممكن أن تتفك يو دي في. وتتكب إنه الإشارة تطلع آخر. عفواً الأي إن اللي لها تساوي لصفر. البي إن نحن نتعلم إن شاء الله هسب صفحة جديدة. كيف نتعلم عليها طريقة اليو دي في كرياضيات كاملة. نجي لطريقة حساب البي إن. البي إن ما التي ستكون اثنين على تي. تكامل اف تي في ساين إن أوميغا تي. القانون من البي إن يش يقول. اثنين على تي نفسه نزل نانو طبعاً. أبدي. التي هي عبارة عن تو باي. والأوميغا طلعت لي واحد. نبدي بعملية الإختصارات. الاثنين مع الاثنين. تمام. يبقى عندي واحد على. باي سانب. باي إلى باي. هاي حدود التكامل. تي. في ساين. إن في واحد. إن. في تي. خلص شغل الإشارات. أحنا بدي إن شاء الله شغل الرياضيات. إلى أن نبسط هذه المعادلة. ليش. لأن قلنا لا. هذي تقدر تطلع لها التهوي. دات كامل بالنسبة لتي. هذي بيه حرفتي. وهذي جزء بين حرفتي. نستخدم طريقة الودي في. إلا تكون ضمن فيديو قادم. كون أنه. نقطع هذا الفيديو. نبدأ فيديو جديد إن شاء الله فقط. لتكامل. هذه الدالة. وتكملت السؤال نفسك.